وآل محمد ثانية ثالثة بأعلى أصواتكم اشتركوا في القناة لو نطبقها على الحياة لما حاش مرامينا إن الزمان يحاكي أمسه غده وما مضى كان للآتي تمارينا فلنقتبس منهما يجلي غوامضنا ولنكتسب منهما يهدي مساعينا لكل حادثة درس تقرره لنا الطبيعة توضيحا وتبيينا ولادة الصبط فجر لا تقاس به مواهب الفجر إبداعا وتزينا فالفجر يبدو ويخفى والزكي لنا فجر يدوم مع التاريخ مين نبارك لصاحب العصر والزمان وللأمة الإسلامية وللمراجع العظام ولكم أيها الحفل البهيج ذكرى إشراقة النور وإطلالة الهدى ومنبع الكرم ونهر الجود الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام كريم أهل البيت وخير ما نفتتح به هذا الحفل آيات من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ أحمد جلال الحمد فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآلي محمد وآلي محمد ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شروم مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نبرة وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا ودانية عليهم ضلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدرواها تقديرا ويصفقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا أم نصود على مدرات ويصفقون بالنسويات لأنه حسبتهم لعلهم جدث حسبتهم لعلو ما من ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا سندس خطر وإستبرق وحل وأساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهو إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وأفلح من صلى على محمد وآل محمد أحسنت وبارك الله فيك وجعل القرآن شفيعك يوم القيامة إن شاء الله الإمام الحسن المجتبى أول فولة للزواج المبارك بين أمير المؤمنين والسيدة فاطمة بنت الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولد الإمام الحسن في النصف الثاني من شهر رمضان في السنة الثالثة للهجرة في المدينة المنورة وقد أدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل الآداب الإسلامية الخاصة بالوليد ولعل اسم الحسن الذي انتخبه الرسول لحفيده المبارك لم يكن معهودا عند العرب كان الإمام الحسن منذ أوائل شبابه معروفا بالعلم والمعرفة كان يعيش هموم الناس يجيب أسئلته يحب الناس ويحبونه سخيا في سبيل الإسلام حتى قيل أنه أنفق ماله مرتين خلال عمره الشريف في سبيل الله وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي تحدثه عائشة أن النبي كان يأخذ الحسن ويضمه ويقول اللهم إن هذا ابني وأنا أحبه فأحبه وأحب من يحبه اللهم اجعلنا ممن يحب الإمام الحسن وممن يتمسك به قولا موفعا أما الآن فمع كلمة الحسن نستقبل سماحة الشيخ محمد رضا الفردان بالصلوات على محمد وآلي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين باقة أطيرة ملفعة بمشاعر الحب والولاء أقدمها لمقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفدا بهذه المناسبة المباركة الله الرحمن الرحيم ذكرى ولادة الإمام المجتبى الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما أفضل الصلاة والسلام وأبارك لكم أيها الأحبة هذه الذكرى سائلني المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيدها علينا وعليكم والمؤمنين والمؤمنات في حال أحسن من هذا الحال أيها الأحبة هذه الذكريات التي تمر علينا من مناسبات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إنها من نعم الله تبارك وتعالى أن نجتمع ونحتفل ونستذكر سيرة صاحب الذكرى سواء كانت الذكرى في فرح كهذه الليلة أو في حزن وترع كليالي وفيات وشهادات الأئمة الأطفال هذا بحد ذاته من نعم الله وهو أمر جيد ولكن الذي ينبغي من المؤمن في مثل هذه الذكريات أن لا يكتفي بمجرد عقد هذه الاحتفالات والحفلات ليفرح في ساعة أو ساعتين أو يحزن ثم يخرج وتنتهي المسألة لا يتذكر شيئاً من سيرة صاحب الذكرى من السيرة التي مرت عليه لماذا؟ لأنه لا يجسدها في حياته هذه الذكريات ينبغي أن تكون مدارس وهي كذلك يتعلم فيها المؤمن ما يستفيد به في حياته وبلوغ كماله لذلك أيها الأحبة ونحن في هذه الليلة المباركة في شهر الله الكريم وفي ضيافة كريم أهل البيت الحسن المجتبى عليه السلام أود أن أقف معكم عند كلمة من كلماته لنتعلم ونحن في مدرسته عليه السلام ولنخرج بفائدة في هذه الليلة من مدرسة إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه فمن جملة كلماته يقول إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور فليجل جالم بضوءه وليلجم الصفة فإن التفكير أو التفكر بحسب الاختلاف في المصدر فإن التفكر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث في هذه الكلمات عن رافد مهم من روافد بصيرة عند الإنسان بل هو أهم الروافد ألا وهو القرآن الكريم يقول إن هذا القرآن فيه مصابيح النوري وشفاء الصدور فكلما تمع عن الإنسان وتفكر في كتاب الله وتدبر في آياته كلما ازدادت بصيرته يقول تعالى هذا بصائر من ربكم ورحمة وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ويقول في آية أخرى ويقول في سورة أو في آية ثالثة قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيرٌ فإذا الفكرة الأولى أن الرافد الأساس في تكوين البصيرة والوعي عند الإنسان المؤمن المسلم هو القرآن الكريم وبعد أن عرفنا ذلك السؤال يقول كيف يتحصل الإنسان على هذه البصائر من كتاب الله علمنا أن البصائر هي في كتاب الله وأنه نور وأنه شفاء ولكن يبنى رسول الله أيها المجتبى كيف نتحصل على هذه البصائر ما هو الطريق ما هو السبيل في تحصيلها من كتاب الله تبارك وتعالى هو يقول عليه السلام فإن التفكر أو التفكير فإن التفكر حياة قلب البصير التفكر الله تبارك وتعالى أيها الأحبة أو دعا في جميع البشر القابلية والاستعداد لتحصيل البصيرة والقدرة على الإدعاء وطبعا هنا القابليات والاستعدادات تختلف من شخص إلى آخر إلا أن في النهاية الكل يمتلك قابلية ويمتلك استعداد غاية ما في المسألة أنه هذه القابلية قد تختلف من شخص إلى آخر وهذا ما تشير إليه الآية ويفهم من قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها بحسب استعدادها بحسب حجمها وكذلك الإنسان بالنسبة إلى ما يأخذ من كتاب الله تبارك وتعالى بحسب قابلياته واستعداداته فهناك من يستثمر هذه القوة وهذا الاستعداد فيصبح بصيرا ويصبح واعيا من خلال التفكر في كتاب الله وأعمال هذه الجوارح التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان ولكن هناك قسما آخر من الناس أعطاهم الله القلب والسمع والبصر ولكنهم لم يستفيدوا من كل هذه القدرات والاستعدادات في تكوين البصيرة عندهم يقول تبارك وتعالى لهم قلوب لا يفطهون بها ولهم أعين لا يغصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافل قدرات تفضل المولى تبارك وتعالى بها علينا إلا أن بعضا من البشر أطل هذه القدرات وجمد تلك الاستعدادات فكانا كالأنعام بل هم أضل أدنى منزلة من الأنعام عندما لا يفعل الإنسان ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من نعم وقابليات في الطريق الصحيح يعطلها فإنه يتسافل ويتسافل حتى يصل في مصاف البهائم بل إن استمر على ذلك نزل إلى أسفل سافل فالخيار بيد الإنسان أن يكون من أهل البصيرة والوعي أو أن يكون من الخاسرين الغافلين وهنا أقول أيها الأحبة كلمة أذكر بها نفسي وأذكركم فإن الذكرى تنفع المؤمن أقول صحيح أنه قد ورد في الحديث أن لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان ولكن هذا لا يعني أن لا نتعاهد القرآن ولا نقرأ القرآن إلا في شهر رمضان ربيع القرآن يعني أن تكون القراءة والإقبال على كتاب الله بطريقة مكثفة في شهر رمضان ولكن أن لا يغفل القرآن وتعاهد كتاب كتاب الله في سائر أيام أو أشهر السنة كما هو حال البعض ليست له علاقة بكتاب الله إلا في شهر رمضان أو إذا لا سمح الله كانت هناك حالة وفاة إما في غير هاتين المناسبتين لا علاقة له بكتاب الله الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عندما يتحدث عن القرآن في الكلمة التي صدرنا بها الحديث فإننا نفهم منها أنه يريد لنا أن ننفتح على كتاب الله بوعي وبصيرة في كل حياتنا لا في شهر دون شهر ولا في عند محطة دون محطة بل أن نكون مع القرآن على طوال الخط لأنه عندما يريد الإنسان ويطمح لبلوغ مراتب الكمال الإنساني فلا بد له من الرجوع إلى القرآن الكلم ليستنير به وعندما تختلط الأوراق على الإنسان وتلتبس عليه الأمور في معترك هذه الحياة وما فيها من فتن يختلط فيها الفكر الصحيح بالسقيم فلا مخرج من كل ذلك إلا بوعي وبصيرة وحكمة وعلم يستلهمها صاحب البصيرة من كتاب الله لأنه الرافد الأساس والأول في الصنع وتكوين البصيرة عند الإنسان فالقرآن يمنحكم البصيرة والوعي ويعطيكم الرؤية ويدلكم على الطريق الصحيح ويرشدكم إلى المسار المستقيم في كل مناح الحياة إن هذا القرآن يقول الحسن المجتبى عليه السلام إن هذا القرآن فيه مصابيح وماذا يعمل الإنسان بمصباح النور إلا أنه يستضيع به في ظلمات هذه الحياة والإمام سلام الله عليه لاحظ التعبير قال فيه مصابيح النور ليس مصباحاً واحداً بل مصابيح لماذا قال مصابيح لأن حاجات الإنسان في الحياة والمجالات متعدداً ففي كل مجال هناك مصباح يضيء للإنسان ذلك الطريق وذلك الدرد فالقرآن مصباح في الأخلاق والقرآن مصباح في العقيدة والقرآن مصباح في العلاقات الاجتماعية وقضاياها وما يتعلق بها وهو كذلك مصباح في سبيل في سبل ومناهج الدعوة إلى سبيل الله وفي كل مورد وفي كل مجال القرآن الكريم هو مصباح ولكن السؤال والكلام المهم أيها الأحبة هل نحن ممن يأخذ بهذه المصابيح؟ هل نحن نحن ممن يستضيء بها ويأخذ بها لينير له الطريق من بين يديه حتى يصل إلى كمالاته الإنسانية حتى يصل إلى أعلى مدارج الكمال حتى يفرق بين الحق والباطل بين السليم والسقين بين الصح والخطأ هذا هو السؤال المهارم الإمام الحسن سلام الله عليه بيّن الطريق وقال هذا كتاب الله فيه مصابيح والتفكر طريق طريق للأخذ بها وبقي الدور على الإنسان أن يفعل هذه القاعدة وأن يسير على هذا القاعدة كتاب الله مصباح في الأخلاق عندما تقرأ تلك القيم الأخلاقية السائمية التي جسدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت فبما رحمة من الله اللي انت له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك نقرأ في كتاب الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صاحب هذه الليلة من ضمنهم إنما نطعمكم لوجه الله إخلاص في العمل عطاء في سبيل الله تبارك وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكور ونقرأ أيضا في كتاب الله هذه أمثلة على البعد الأخلاق وأن القرآن مصباح في جانب أخلاق قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى ونقرأ الآيات عن الإيثار والكرم والصدق والأمان إلى غيرها من تلك الصفات التي إن أخذ بها الإنسان وتبصر فيها قادته إلى أسمى مراتب الكمل وهذا ما يريده صاحب هذه الليلة في كلمته التي أسلفناها وهذا ما يريده كريم أهل البيت عليه السلام يريد لنا أن نترقى يريد للإنسان أن يؤكد على إنسانيته فلا يتسافل إلى درجة البهيمية في الحياة وهل يؤكد الإنسان على إنسانيته ويتكامل إلا من خلال الاهتداء بكتاب الله وبالأخذ بما جاء فيه كما كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما نقرأ سيرة المولى الحسن عليه السلام نجد أنه جسد كل هذه المفاهيم في حياته وفي سيرته هذه القيم الأخلاقية جسدها حتى صار الإمام سلام الله عليه إن صح التعبير كتلا من الإيمان والأخلاق تسير على الأرض كل القيم اجتمعت فيه وعجنت بقلبه وعقله وكل جوارحه حتى صار سلام الله عليه بسيرته يتحدث أخلاقه نقرأ من جملة تلك المواقف في حياته كيف أنه كان الرحيم الغفور الودود الرؤوف ليس بمن كان يقول بإمامته فقط بل حتى بمن يختلفون معه في الرأس بل حتى ممن يلاقي منهم العذاب وقصته مع ذلك الشيخ معروفة الشيخ الشامي الذي جاء إلى المدينة وصار يشتم الإمام الحسن سلام الله عليه تركه الإمام كما في الرواية يشتم ويكمل والإمام يتبسم في وجهه حتى أتم كلامه وشتمه للحسن ولأبيه عليهم السلام قال له الإمام يا شيخ لعلك غريب لو استطعمتنا أطعمناك ولو سألتنا أجبناك وإن كنت صاحب حاجة قضينا لك حاجتك فدعاه إلى داره ودخل إلى دار الإمام سلام الله عليه حتى خرج من المدينة وهو يقول دخلت وما من أحد أبغض إلى قلبي منك ومن أبيك وأخرج من المدينة وما من أحد أحب إلى قلبي منك ومن أبيك الإمام سلام الله عليه يريد لنا أن نجسد ما في القرآن من قيم أن نجسدها هكذا كما جسدها الحسن سلام الله عليه عندما نقرأ يدعو إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أين هذه الآية من الواقع المعاش وفي الأساليب التي نستخدمها أو يستخدمها البعض عندما يريد أن يهدي إنسان أو يقتل عذاك من موقع فاسد ليأخذ بيده إلى الهداية والصلاح ينبغي أن يتبع هذه الأساليب الحكمة البرهان والدليل والعقل والموعظة الحسنة الكلمة الطيبة وجادلهم بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن هل لهذا واقع مع الذين نتفق معهم فضلا مع الذين نختلف معهم ألا نسمع بتصرقات هنا وهناك من المؤمنين فضلا أم من هم من غير المؤمنين قد تختلف معك في فكرة أو يختلف معك في طرح أو في رأي أو في موقف سياسي أو غير سياسي سياسي وتتحول هذا الاختلاف إلى عدامة وإلى بغضاء وإلى طعن وإلى شتم وتعد على القرمات أليس القرآن يقول يدعو إلى سبيل ربك بالحكم أليس كتاب الله يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أليس القرآن يقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إذا عدكم دليل لنتحاور ونتناقش ثم نصل إلى نتيجته ثم نصل إلى اتفاق أليس القرآن يقول ولا تنازعوا فتفشل نتيجة حتمية إذا ينبغي أن لا يحصل التنازع بين المؤمنين فإن في ذلك الفشل وفي ذلك الخسران وغيرها من الآيات والآيات والآيات كل آيات الله كما يقول مولانا زين العابدين سلام الله عليه آيات الله خزائن فإذا مررت بخزانة فافتحها وانظر ما فيها تفكر اقرأ القرآن بوعي ثم جسد ما تقرأ من تعاليم ومفاهيم قرآنية في حياتك ولو أطلت عليكم وأعتذر عن الإطالة أخيرا أقول ينبغي علينا أن نكون كما يريد لنا الإمام الحسن سلام الله عليه عندما نقرأ القرآن لننفتح عليه بوعي وبصيرة ثم لنجسد ما نقرأ في واقعنا وفي حياتنا فإن ذلك فإن ذلك هو سبيل النجاة وإن في ذلك إدخال للفرح والسرور على قلب أئمتنا وبالخصوص إمام زماننا صاحب العصر والزمان عجر الله تعالى فرجه الشريف أكتفي بهذا المقدار وأسأل الله تبارك وتعالى ختاما أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيدنا على مثل هذه الليالي والأيام في حال أحسن من هذا الحال وأن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وينتقم لنا ممن ظلمنا وأن يفرج عن المعتقلين والجرح والمصابين فرجا عاجلا قريبا كنمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم أعوذ بجلال وجهك أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعثبني عليه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بسوق إسمائي الله أن يكون副 من الكرم الشيخ تلك محمد أس Окة على مشاركة نشكر سماحة الشيخ على هذه الكلمة القيمة والتي نوه في بدايتها إلى أهمية الإحياء الروحي في هذه الليالي العظيمة أيها الأحبة يجب أن لا نقتصر على إظهار الفرحة وأحياء هذه المجالس بل يجب علينا أن ننتبه إلى أننا في هذه الليالي تنفتح لنا أبواب السماء فيجب علينا أن نستغلها بالدعاء والتقرب إلى الله ولو بمقدار درجة كما أنه أشار إلى موضوع البصير خلال كلمة للإمام الحسن عليه السلام ومصدرية القرآن الكريم لذلك وأهمية أن نقرأ القرآن الكريم طوال السنة بتفكر وتدبر وأن لا يكون ذلك في محطات قصيرة هناك أعلانات قبل الفقرة القادمة الأعلان الأول وهو جمع للمقبرة بعد نهاية الحفل إن شاء الله أما الإعلان الثاني فهو أن الليالي أو الخطابة الحسينية في الثلاث الليالي المقبلة في المعتم ستكون لسماحة الشيخ عبد الحسين حول محاضرات حول العلماء الماضي رحمهم الله أما الآن فمع قراءة المولد مع الأخ عقيل جلال الحمد فليتفضل بالصلاة على محمد وآلي محمد يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد وآلي وسلم قال الراوي وتتابعت الليالي والأيام على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهي في أشد الفرح والسرور ولم يزل الرسول محمد وآلي وسلم يترقب خروج ذلك المولود الطاهر وكذلك سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام فلما تم لحمل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تسعة أشهر وكان ذلك في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة على مهاجرها وآلي أفضل الصلاة والسلام وفي شهر هو عند الله أفضل الشهور شهر البركة والرحمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان وبينما كانت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تترقب على حر من الجمر وإذا بها قد حسد بقرب ولادتها فحضرت لها أسماه بنت عميس وأم سلم رضوان الله عليهما ولم تزل كذلك وحولها نساهم من أهل الجنة والبيت مضيء نورا وقد امتلأ البيت من روائح الجنة وإذا بها قد وضعت بأبي محمد الحسن صلوات والسلام عليك صلوات صل على محمد نبي طالب فاطمة الزهراء الحسن بن علي الحسين بن علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري الحجة بن الحسن الحجة بن الحسن الحجة بن الحسن الآن جمع للمقبرة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله كان الإمام الحسن عليه السلام لغة السماء بحق وعين المنطق حتى قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو كان العقل رجلاً لكان الحسن في الحقيقة كان الحسن عليه السلام صاحب عقل منفتح صاحب حلم وصبر ويشهد له بذلك حتى المخالفين سواء كان ذلك بحسن نية أن بسوء ظن ولكن بأبي هو وأمه كان صابراً محتسباً حتى على رغم الملمات التي ألمت به والمصائب التي حلت به كان الإمام الحسن عليه السلام لغة السماء بحق وعين المنطق حتى قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو كان العقل رجلاً لكان الحسن وهو أشبه الناس خلقاً وخلقاً بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف لا وهو من عاش في بيت ربيب الرسول ووصيه والده أمير المؤمنين عليه السلام فحري بأمة الإسلام أن تعتفي أثر هذا العظيم وتلتزم أمره ونهيه ولكنه وللأسف الشديد ومما يحزن القلب أن شقاً كبيراً من هذه الأمة التزم النصب والعداء واتبع أمر عدو الإسلام معاوية بن أبي سفيان الذي كان يمثل حالة العداوة الضدية الذاتية بين بني أمية منبع النفاق والكره للإسلام ونبي وبين بني هاشم أصل الإسلام وعروته الوثل فأبلس معاوية الأمور على الكثيرين وضاعة البوصلة ولا زال أتباعه إلى اليوم يثيرون الفتن ولكن بحمد الله ستظل راية أهل البيت عليهم السلام مرفوعة في مواجهة نفاق معاوية ما ظللنا متمسكين بأهل البيت متبعين لهم في السراء والضراء حتى يظهر الله الدين كله ولو كره المشركون أما الآن فكلمة توضيحية حول بناء المأتم للسيد طه عيسى فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وعلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمقسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين نبارك لكم هذه المناسبة العطرة عادنا الله وإياكم على مثل هذه الأيام ونحن بخير وصحة وعافية إن شاء الله كلمة قصيرة جدا إن شاء الله لا تتجاوز الخمس دقائق بخصوص مشروع بناء المأتم الجديد طبعا كلكم على دراية وعلم بأن العمل الميداني في المأتم بدأ صار لنا أكثر من تقريبا شهرين شهرين ونصف والعمل من تاريخ ضبط من تاريخ 2-4 بدأ العمل في المأتم وبدأنا الحف والحين العمل جاري حسب الخطة الموضوعة وحسب المخططات المعتمدة من قبلكم أنتم من قبل أهالي استمر العمل وعقب التعديل الأخير اللي أقريتون أنتم في جمعيتكم العمومية للمأتم على المخطط عرضت هذه التعديلات على المهندس والمهندس اعتمدها بشكل نهائي وأيضا عرضت على الجهات الرسمية في البلد لأخذ الترخيص وحصلنا الموافقة المبدئية على التعديل وبدأنا العمل في التنفيذ ولكن الإجراءات تأخذ شوية وقت من قبل البلدية لحد ما يطلع الترخيص النهائي وإن شاء الله الترخيص في طريقة للإصدار النقطة اللي أحب أن أركز عليها هو تفاعل الأهالي مع المشروع طبعا أنتم تذكرون كلكم أو معظمكم اللي كانوا موجودين بأن هذا المبنى اللي احنا فيه أول ما بني والمبنى اللي قبل هذا بني على أكتاب الأهالي الأهالي نفسهم هم اللي اشتغلوا في المبنى صفوا طابوا ومسحوا وصبوا وسقفوا وصبغوا وإلى آخر فقام على يد الأهالي نفسه وكان فيه تكاتف كبير في المشروع ولما انتهى العمر الافتراضي للمأتمة والمبنى القديم بنينا هذا المأتم بنفس الطريقة تقريبا يعني الأهالي نفسهم هم اللي كافحوا وجاهدوا واشتغلوا ويا بعض على ما قام هذا المبنى وهذا المشروع وطبعا فيه بصمات واضحة كانت لبعض الأفراد الله يرحمه سيد نعمة سيد عزيزة الله يطول عمره وآخرين كان لهم بصمات واضحة سيد عيسى الله يوالد الله يطول عمره إن شاء الله سيد موسى سيد نعمة وآخرين يعني ما بيأذكر كل الأسماء لكن هذين على الأقل كان لهم بصمات وبالإضافة للأخ سيد نزار فيعني المأتم أيضا هذا المشروع اللي احنا قاعدين نشيده الحين هو مشروع يلبي طموح القرية إن شاء الله يلبي طموعكم أنتون واحنا قاعدين نشتغل في لجنة بناء المأتم وفي إدارة المأتم ننفذ هذا المشروع إلا كلكم تطمحون أن تشوفون إن شاء الله قائم وفي كل سبل الراحة وسبل التطور في هذا المبنى نفسه إن كان على مستوى المبنى وإن كان على مستوى طبعا المبنى لا يمثل شيء مقابل يعني الإحياء نفسه يعني مهم أن يكون فيه برنامج ضخم يتصاحب معه يعني جهوزية هذا المبنى إن شاء الله النقطة المهمة اللي أم بيركز عليها هو بأن نحن محتاجين فعلا اليوم إلى تفاعلكم جميعا مثل ما يعني تعرفون والأحاديث تذكر بأن الدال على الخير كفاعلة أنت اليوم إذا ما تقدر تساهم بدينار اشتغل ويا اللجنة عشان تجيب لها عشرة كل واحد منهم مساهمة بدينار بتصير عشرة دينار هذه العشرة دينار أنت ما ساهم ما حطيتها في الصندوق أنت بشكل مباشر ولكن مساهمتك في أنك تحث عشرة غيرك أن يساهمون هذه كتبت لك حسنات إن شاء الله راح تشفع لك في اليوم اللي تحتاجها في ذلك اليوم الذي نكون متعطشين كل واحد مننا متعطش إلى قطف هذه الثمار مطلوب أكد مرة ثانية مطلوب تفاعل الأهالي في دعم هذا المشروع اللي ما يقدر يحطيه في المشروع يشتغل ويا اللجان العاملة يقدر يساند المشروع أما من ناحية تحث الناس على المساهمة أو حتى من ناحية تشجيع اللجان والإخوان القايمين على المشروع يعني مثلا مثال بسيط جدا بسيط كلنا نروح يوم الجمعا نصلي ونشوف الأخوان جزاهم الله خير سيد ميثم وسيد جعفر سيد موسى وسيد جاسم وسيد جعفر سيد تقي واكفين في حرارة الشمس كل واحد يحط عنده قدامه صندوق وبعد يجمعون تبرعات لهذا الماتن بتكون خطوة جدا فعالة لذا كل واحد وهو طالع من بيته يحط الدينار في مخباه ويطلع لما يوصل ذاك الصندوق يحط الدينار هو من المرخ والجمع هناك مو لأهال المرخ ولكن هذا الدينار اللي انت بتحطه في عشرة بيشوفونه وبيساهمونه اياك يعني خلوا عندنا هذه الروح اللي نشتغل فيها كلنا ويا بعض والأخوان اللجنة القائمة على المشروع ما يقصرون قاعدين يشتغلون بكل جد وبكل يعني حاطين كل جهدهم وكل وقتهم عشان ينجزون هذا المشروع لأننا احنا كنا إلى الأهالي كلهم وللجيل القادم إن شاء الله جزاكم الله خير ونسألكم الدعاء في مثل هذه الليالي وادعوا لللجنة القائمة على المشروع بالتوفيق بأن الله يمن عليهم بالتوفيق لإتمام هذا المشروع والصلاة والسلام عليكم أحسن سيدنا وأثابكم الله وسدد خطاكم وجعلكم ممن يخدمون أهل هذه القرية إن شاء الله إعلان لقاء إدارة الجمعية مع الجمعية العمومية والأهالي ليلة 17 رمضان ليلة الثلاثة مع وجبة سحو حضوركم دعم للعمل الخيري في القرية أما الآن فمع آخر حفلات حفلنا فمع آخر فقرات حفلنا مع الرادود سيد فاضل فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وعلي محمد أهل هذه القرية أهل هذه القرية أهل هذه القرية أهل هذه القرية إلى كنور القدس مولاي مولاي يا مولاي واضح وجهك يا الحسن مشهود ضيال يا من عودك يا من عودك كسر للعز والله يا من عودك كسر للعز والله أنا من الزغر مولاي والد والد ليالي النوح والدمعات والله بليلة مولدك يا ابن الزجية علق نشموع ميلادك علق نشموع ميلادك بدانا يا ابن طه النبي المهيوب جينا بدانا نعدد أفضالك بدانا لك انتهى حسابنا يا ابن الزجية 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 تنهي الليلة تتلالة بالحسن بعد جواب فرحة تنهي الليلة تتلالة بالحسن ابن غابة شموس كواكب والنجم أعلى الغيابة بالحسن من هالضياءة كل من أعلى الانسحابة منظهر نور عليهم أصبحوا كلهم غلابة هالليلة ميلاد الحسن هالليلة ميلاد الحسن نور بازغ للخلايين واليحب يشوفه واثق كل من يلها النور عاشق كل من يلها النور عاشق هالله 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 هالضياءة الليلة تشاع شاع بالحسن ابن الزيتشيك فرحة تنهي الليلة تتلالة بالحسن فرحة تنهي الليلة تتلالة لا تلوم اللي تجنه واستوا قاسب جنونه حتى قاسب بات حيار وخابت بعب لا ظنونه يالحسن حبك يحير ما أظن يستوعبونه والله أفلح من حبك والله 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 أفلح ماهو خاسر من يحبه ربح ليهدي لقلبه وهو تمثال المحبة وهو تمثال المحبة الله الله شكوى على العادة نقيلها للحسن ابن الزيتشيك فرحة تنهي الليلة تتلالة فرحة تنهي الليلة تتلالة قال لو بحبكم نقاسي الهضيمة والأذية اسألك الفرج يا إمامي قال لو بحبكم نقاسي الهضيمة والأذية قلنا ترخص في عشقكم والله ساعات المنية يا أهل بيت النبوة يا أهل بيت النبوة بحبكم تصير القضية والله أفلح من حبكم والله أفلح من حبكم الحسن حبك عبادة وليحبك خيد مرادة وليحبك خيد مرادة نالك الخير وسعادة نالك الخير وسعادة الله 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 ادعو يا مولاي فرحة نهي الليلة تتلالة بل حسن ابن الزدية فرحة نهي الليلة بل حسن ابن الزدية وحك المن قصد للبيت وطاف وحك المن قصد للبيت وطاف قلبي بالحسن حامل غدا وطاف رحة صاب النجف بالروح وطاف رحة صاب النجف بالروح وطاف أبارك للوصي وحسن خير هاي القلوب لك تبعث تهانيها وي حمام العشق يالحسن تهديها هاي القلوب لك تبعث تهانيها وي حمام العشق يالحسن تهديها هاي القلوب لك تهانيها وي حمام العشق يالحسن تهديها هاي القلوب هاي القلوب لك تبعث تهانيها وي حمام وي حمام العشق يالحسن تهديها هاللهلة شعتك يالغالي فرحانيها يزدهي مولدك والشيعة وانسانة هل هل تشيعتك يا الغالب فرحانة يزدهي مولدك والشيعة وانسانة هاي الأصوات لك بالياس مليانة والشفوف اللي تهوث من يحنيها هاي القلوب ويحمام العشق يا الحسن تهديها هاي العياد لك يا الحسن منصوبة وليشارك فرحكم تنمح ذنوبة ولمش بسيرتك دنية مهيوبة انت ضروة كعز وجم الحلم بها هاي القلوب هاي القلوب ويحمام العشق يا الحسن يا نبع يا بحر متفايضة جروفة ياهو مثلك حمل وتحمل ظروفة يا كرم خلا من الخير معروفة شيعتك راديتك من جرفك رويها هاي القلوب هاي القلوب لك ويحمام العشق بعد مرة هاي القلوب لك ويحمام العشق يا شراع المجد يا مركب الشيعة يا حبيبي النبي الواجب انطيعة غيرك الناس بد مرا يدت بيعا شمعتك نايرة ما حديط فيها هاي القلوب هاي القلوب لك ويحمام العشق أفضل الصلاة والسلاة نشكر الرادود سيد فاضل على مشاركته معنا ويتمنى له دوام التوفيق يتفضل سماحة الشيخ محمد رضب تكريم الرادود سيد فاضل وختام فقراتنا هو السحب على جوائز الليلة بسم الله الرحمن الرحيم وين عقيل نبدأ سحباتنا حياك شيخنا حياك بس نكرم بس الفائزين منتعبك يا من الليلة شوي ما علي هاي فرصة انك تواجد إياننا الليلة الرقم الأول 344 344 سيد نزار رئيس المأتم تفضل تفضل 344 الرقم الثاني 346 346 ان شاء الله حركم هذا الرقم الثالث 326 326 الرقم الرابع 328 328 الرقم الخامس 330 330 330 330 طبعا الهدايا الليلة نوعية ندعم الجمعية في حملة تشجير القرية والرقم 282 2 professors ろう إن شاء الله عند الله ثلاثمئة وثلاثة وسبعين ثلاثمائة وخمسة وخمسين ما شاء الله ثلاثمائة واربعين هي الأرقام تبدأ بين مئتين وثنين 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 هوا رائح كنا بس يعني من مئتين أوكي شموح لباقي مئتين وسبعة وتسعين مئتين وسبعة وتسعين الشيخ ثلاثمائة واربعين ثلاثمائة واربعين ثلاثمائة واربعين ثلاثمائة وثمانية وخمسين ثلاثمائة وثمانية وخمسين ثلاثمائة وثمانية وخمسين ثلاثمية واربعة عشر ثلاثمية وثمائة وخمسين ميتين وتسعين الرقم ميتين وتسعين مبروك لبعد ثلاثمية وثمانية شيخنا كم رقمك شيخنا كم رقمك ثلاثمية وثمانية ثلاثمية وثمانية ثلاثمية وثمانية ثلاثمية وثمانية ثلاثمية وثنين وعشرين ثلاثمية وثنين وعشرين يلا بسرعة ثلاثمية وخمس وثلاثين ثلاثمية وخمسة وثلاثين ميتين وواحد وتسعين ميتين وواحد وتسعين وين الشباب ديك الزاوية ما فيه وين أرقامكم ميتين وواحد وتسعين ثلاثمية واثنين وستين فضل سيد ثلاثمية واثنين وستين ثلاثمية واثنين وستين ميتين وواحد وتسعين ميتين وواحد وتسعين ميتين وواحد وتسعين يلا ما باقي شيء كم رقمك يا أبو حسن عطني يا خلنا نشوف أكيد ميتين واثنين واتسعين ميتين واثنين واتسعين سيد مرتضى ميتين وستة وثمانين ميتين وستة وثمانين ثلاثمائة وتسعة وثلاثين تفضل سيد مبروك ثلاثمائة وتسعة وثلاثين قلنا باقي ثنتين ثلاثمائة وتسعة وثلاثين الرقم ثلاثمائة وتسعة وثلاثين ثلاثمائة وتسعة وثلاثين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة